ينضم إلي من رمالله صلاح الخواجة القيادي في المقاومة الشعبية مرحبا بك سيد صلاح سيد صلاح 600 موسيقى اليوم يواقعون على رسالة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ودعم فلسطين برأيك ما هي أهمية هكذا نوع من المبادرات والحملات وكيف تؤثر في الرأي العام هذا تطور كبير حينما نتحدث عن فنانين عالميين مؤثرين لهم متابعين بالملايين في شعوب العالم حتما سيكون تأثير كما هو التأثير في العمل في المواجهة والمقاطعة للاحتلال هناك تأثير سياسي وهذا مرعب للاحتلال وخصوصا المعركة الرئيسية مع الاحتلال على الرواية الفلسطينية ومحاولة تضليل مجتمع الدولي في الرواية الفلسطينية وتقديم الرواية الإسرائيلية حينما يكون هذا الحجد الكبير وهذا التنوع من الفنانين وسبقها من علماء ومثل العالم الفيزياء وبرلمانيين وكتاب وصحفيين هذا يعتبر تطور كبير في العالم لأنهم المؤثرين في مجتمعاتهم وبالتالي هم الذين يستطيعوا كلب الطاولة على حكومات تدعم دولة الاحتلال والإجرام في عدوانها كما جرى على قطاع غزة وخطة التهجير والترانسفير الذي الآن تتسع في الكدس نحن اليوم أمام حالة وتطور كبير خلال الشهر الماضي سواء كان بدعوة بالأمس مجلس حقوق الإنسان واتخاذ قرار بإدانة إسرائيل وتشكيل لجل تقصح حقائق أو الإجماع لأول مرة في البرلمان الإيرلندي ما بين المؤيدين والمعارضين إجماع كامل على التنديد بعدوان دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وإضافة إلى المطالبة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الكدس وكتاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة نحن اليوم أمام تقوموا هكذا نوع أيضا من الحملات برأيك إلى أي مدى تسهم بكشف صورة الاحتلال الإسرائيلي وفضح ممارساته بحق الشعب الفلسطيني اليوم هذه الخطوة الأولى أولا نحن نريد أن نفضح سياسة الاحتلال محاولات الاحتلال وبدعم للولايات المتحدة الأمريكية الذي وضعت القضية الفلسطينية ليس على أولويات المجتمع الدولي اليوم هذا التضامن مع الشعب الفلسطيني يعيد مكانة القضية الفلسطينية إلى مكانتها الطبيعية على أجندة كل المنظمات والهيئات الدولية أولا وثانيا تتساحمة التضامن مع الشعب الفلسطيني سواء من لجان تضامن أو من جاليات عربية وفلسطينية أو من لجان مقاطعة أو من برلمانيين وأحزاب سياسية عالمية الخطوة الأهم الآن نحن كفلسطين ما هو المطلوب كيف يمكن أن نوحد خطابنا السياسي كفلسطينيين ما بين كوى سياسية ولجان شعبية وحملات مقاطعة وكل شرائح المجتمع حتى تكون هناك رسالة واضحة للمجتمع الدولي في قضايا تعتبر أولويات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال هذا هو المطلوب نحن بحاجة إلى إعادة صياغة الرؤية الفلسطينية والبرنامج الفلسطيني بما يحاول الانفتاح بشكل أوسع على التنسيك مع أهلنا في الأراضي المحتلة عام 48 سواء كوى أو فعالية شعبية أو حركة نحن اليوم أمام تطور جديد وحالة تستدعي أن نستفيد من لحمة الشعب الفلسطيني ووحدة الشعب الفلسطيني في كل فلسطيني التاريخية ويكون هناك خطاب سياسي للمتضامنين لنؤسس في العالم إلى انتفاضة مدنية دولية يعني عبر سنين طويلة سيد صلاح من الصراع طبعا كان هناك مبادرات كثيرة من هذا النوع كيف تم استثمارها أو حتى كيف تم استغلال هكذا نوع من الحملات والمبادرات للبناء عليها لإيصال الصوت الفلسطيني إلى العالم بأكمله أولا المبادرة على سبيل المثال في حملات المقاطعة كبدت الاحتلال مليارات الشواكل وأرهقت الاحتلال ماليا في تجنيد الألاف من النخب الأمنية لملاحقة نشطاء المقاطعة في كل دول العالم وهذا يعتبر أهم الوسائل في التحريض ضد دولة الاحتلال وتجنيد أكبر قدر ممكن من الدوليين لدعم الشعب الفلسطيني لا يستطيع المجتمع الدولي وشعوب العالم أن تتخذ خطوات كما نحن الفلسطيني على الأرض القضايا التي يمكن أن نشارك فيها هي حملات المقاطعة التضامن شل حركة الدبلوماسية الإسرائيلية كل ذلك نحن حتى في لجان تضامن الدولي ومشاركتهم معنا ضد الجدار والاستطان ومحاولات إظهار ما يجري من سياسة الفصل العنصر في الأراضي المحتلة تحول كل أصدقائنا الدوليين إلى مذياع متنقل في حزبه ومؤسسته وفي كل مكان يصل له يحرض ضد الاحتلال وسياسة الاحتلال والاستعمار ونظام الفصل العنصري الذي تمارسه دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية نحن اليوم هناك تطور كبير وواسع في العالم وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية الذي خرجت أكبر المسيرات في التضامن مع الشعب الفلسطيني وضد العدوان على كطاع غزة والكدس كانت في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هناك تطورات ولكن هذه التطورات التي الآن بدأت تكون واضحة في الصحف البريطانية والأمريكية وجزء من الصحف الأوروبية الذي اعتبروا أن محاولات التضليل على التغيير في الواقع الفلسطيني كما ادعى بن جوريون أن الكبار يموتون والصغار ينسون اليوم هناك حالة جديدة في فلسطين مختلفة وواسعة وتوحد كل الفلسطينيين وبالتالي هناك خطر على الدول التي تتحالف بشكل مباشر مع دولة الاحتلال وتدعم دولة الإرهاب والإجرام شكرا جزيلا لك جزيلا لك اشتركوا في القناة